نروح للملف تاني من ملف الكورة بس مش فريقنا فريق الاول هنكلم على فريق الاهلي موليد تسعة وتسعين شفت الازمة ازاي ما بين طبعا مباراة الاهلي والزمالك في مسابقة مش هقول الناشئين هنكلم على الشباب تسعة وتسعين شفت الازمة ككل ازاي يعني طبعا مبدئيا في نقص واضح جدا في لايحة البطولة يعني دي مسئولية اتحاد الكورة معلش يعني انت لو بتلعب دورة رمضانية يعني مش محتاجة ولو بنلعب في الشارع كمان بنتفق قبل الدورة اللي هنعملها انه يا جماعة لو تساوى فريقان في رصيد النقاط ايه اللي هيحصل يعني نحط بقى اي تمييز يعني اللي جابها هدف اكتر اللي احرز مش عارف ملعبه اكتر من يعني في حاجات كتير وفيها البير بلاي والانظارات والمواجهات المباشرة في حاجات كتير لازم يكون في قاعدة انما عيب اوي اوي واحنا بنتعاقد مع فينجادا اللي هو انت جايبه عشان يطور الكورة المصرية وده نقطة اخرى برضو يجب ان اتحاد الكورة يتم بيها ان انا مش بتعاقد مع فينجادا كمدير فني المنتخب لانا بتعاقد معاه مدير فني للكورة المصرية فلازم يبقى عنده اجندة معينة وهو نفسه عنده افكار عاوز يحققها ويعرضها على الاتحاد قبل ما يبتدي يعني قبل ما نوقع العقود مش مسألة انه بتديله مليون جنيه واسيبه اما بالنسبة للمباراة اللي هي الشباب اعتقد انه فيه قصور واضح جدا في لايحة المسابعة ثانيا بقى ما حدث من امام عشور ودي مش اول مرة فعلا ومعرفش هو ايه سر انفلاته عن الروح الرياضية والاخلاق الرياضية وسر كراهيته للنادي الاهلي يعني شيء غريب جدا انا باستغرب انت برضو مش بتلعب في الشارع بتلعب في مسابقة بينظمها اتحاد محترم واعتقد اعتقد انه نادي الزمالك هيكون غير راضي عن هذا التصرف والالفاظ يمكن انا سمعت برضو وشفت الفيديو لا حاجة حاجة موسيقى جدا جدا حاجة يعني مش هقولك موسيقى بالنسبة اللاعب دي موسيقى بالنسبة لأي بني ادم يعني انتا الساس جمال ده عنده لسه 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 مكملش 23 سنة اينا انا بتكلم على نموذج الناس كان توسمة فيه انه يكون لعيب بروميسنج لعيب كويس حيفيد المنتخب وا 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 سيبك من كل ده انا بتكلم على نموذج لعيب عنده 23 سنة ماسك بيشتم وواقف بكل حماسة وبكل قلب بيشتم في جماهير النادي الاهلي والله ده لو في برضو هنقول لو في الشارع لو في الشارع ده هيتمسك يتضرب علقة انا بكلمك بمنتهى الصراحة لو بنلعب في الشارع ده مش الامر مش هيعدي بسهولة كده لان انت ازاي بتدي نفسك كلاعب كرة قدم الحق في الاساءة لنادي كبير بحجم النادي الاهلي وبلاش النادي الاهلي ازاي تدي نفسك الحق تسيق لاي نادي او تسيق للمنظومة وكمان بتسيق لناديك يعني انت معرفش ايه سر القوة حتى وهو بيحتفل يعني احيانا بيراهن على حاجات غريبة جدا وبيدخل نفسه في جمل انا بقول انها جمل غير مفيدة على الاطلاق وبعدين انت بتخسر تعاطف لما يكون لعيب عايز تبقى لعيب دولي طب احنا شوفنا لعيب دوليين محترمين سواء في الاهلي او الزمالك او في الاسماعيلي او في اي نادي اللاعب المحترم بيستحق احترام الجميع حتى لو هو منتمي لنادي غير اللي انا بشجعه طبعا انما بتلاقي مثلا في ناس ما فيش عليهم خلاف حزم امام مثلا ما فيش عليه خلاف لعيبه كتير في النادي الاهلي عمرهم ما يتعرضوا بالاساءة لأي نادي هي الفكرة تقرار الخطأ بشكل مستفز جدا اكيد فاكرة طبعا مباراة النادي الاهلي مع وليد سليمان مش معقول مش ممكن هذا الاسلوب من التعدي على نجم كبير وبعدين الامور تتاخد وبعدين يرجع تاني بهذا السوق يعني انت عرف ليه لانه لا يعاقب العقاب المناسب ده لو تعاقب بالبلد كده عقوبة طربوية حقيقية عمره ما هيعمل كده تاني مش هيفكر فيها تاني ولو فكر فيها تاني يبقى هو مفيش امل يعني احنا بنشوف يعني هتقول لي ايه هو لازم اللعيب اللي بيتشطب ده او بيتوقف فترة طويلة لازم ان هو يضرب حد في المنظومة لأ طبعا انت اما بتشتم رموز رياضية في النادي المنافس يبقى انت لا تعلم اه الف به الرياضة وبعدين انت تحمد ربنا ها يا امام ان انت في نادي زي نادي الزمالك يعني يعني خلينا نتكلم بصراحة اذا لم تكن على مستوى اللعب في احد الاندية الكبيرة لا خليك يلعب بقى في الشارع بقى او يلعب على مستوى يعني انت دلوقتي المفروض ان انت بقيت قدوة يعني انت لعيب النهاردة تصرفاتك في الشارع وانت ماشي ما ينفعش مثلا تقف في اشارة تتخانق مع الجمهور مثلا اشتركوا في القناة